يعني خدمة يعني كبولوها 24 ساعة صحيح مش من الساعة الثمانية للساعة أربعة خدمة 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع 365 يوم وبقول الأولاد كبروا بس الأولاد بيضلوا أولاد يعني زي مثلا ممكن تسألي أم عندها ثلاث أولاد بتقول لها أنا عندي أربعة لأنه مرات الزوج بيكون بيبي مثل الأولاد يعني فتخيلي الدور اللي مثل ما ذكرت اللي لازم تكون أب وأم في نفس الوقت ولسيما غياب دور الأب الحقيقي في الأسرة صحيح هذا كتير مهم حقيقة ما بينتهي عمل الأم خلال الأوقات اللي عنا إياها بالحياة يعني بتنام الأم وقلبها واعي هل قد دورة دورة متواصل يمكن الوقت الوحيدة اللي بتاخد فيه بريك على عيد الأم بيقولوا لا قاعدة ما تطبخي مثلا وهن بعيدوها اللي بتفحص الطبيق صح صح بس دور حلو دور كتير حلو دور عم بطبع أنا سميت شخصيتي بولادي هذا كتير حلو واحدة من الصفات المهمة الحوار بدي أحكي كتير عن هالموضوع لازم يكون الأم عندها حوار مع ولادة تواصل تواجد يعني ممكن تتعبر أكتر عن الموضوع هذا قضية الحوار شغلة مهمة لأنه نحنا معودين مرات أنه بيحكوا أولادنا معنا نحنا بنقول لهم خلص سمعتك بنكون نحنا ما عم نسمع بنكون نحنا عم نسمعهم بداينتنا بس ما عم نفهم شو عم بقولوا ما عم ناخدوا نعطي معهم ما عم نسمح لهم يحكوا يعبروا يعني أنا لازم أخلق بولادي الثقة أنه شو ما إجوا حكيوا للماما الماما مستعدت تسمع بدون أي حكم بدون أي إيداني هايدي شغلة كتير مهمة الأم هي لازم تكون المركز يلي لولادي بيجوا بكبوا كل شي عندها ما بتدينهم ما بتأنبهم ما بتعملهم يعني مش إنه ما بتعمل أصاص مش هيدا لا أكيد لازم تكون حازمة في بعض الأوقات لازم تكون قلبها منفتح وتسمع وتسمع وتصغاء مش السمع هيك بس بديني ياما مرات ولدنا بكونوا عم يحكوا ونحنا عم نطبخ ومشغولين وعم نعمل مئة شغلة وبعدين بيسألونا سؤال بيبينوا نحنا ما سمعنا شي من اللصة وقفة كل شي أنت بتحكي على الأم المثالية لأنه في أولاد برفع الضغط بصراحة بس لازم يكون عندها صبر مش هيدا لو بيرفعوا الضغط خليني إسمعون أنا إذا إذا بسمع ابني إذا بحدد لوقت فيك تحكي من هالوقت لها الوقت أنا عندي وقت لإلك طبعا في شغلة مهمة من صفات الأم أنه تنظم حياتها إذا الأم ما عندها تنظيم لا بوقتها ولا بحياتها ولا بدورها بالبيت في أمهات مش بس بالبيت بربه بيشتغلوا عندهم مئة ألف شغل تاني كمانة كيف تعمل؟ بدأ تنظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة